نتوجه جميعا لزيارة المولى بالفضل العباس عليه السلام قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه أذابنا عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفاه ورفع ذكرك في علين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين السلام عليك يا أبا الفضل أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه فلعن الله أمة قتلاتك ولعن الله أمة ظلماتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام فنعم الصابر المجاهد المحام الناصر والأخذ نافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل وألحقك الله بدرجة آبائك في دار جنات النعيم اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبتان في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين فأنت جعل رزقي بهم دارة وعيشي بهم قارة وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني مما ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين أهل التقوى وأهل المغفرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر